مشاهدين أهلا بكم في غضون خمسة أيام فقط أدى الارتفاع السريع لحالات الإصابة بكورونا في الوسط التعليمي بالمملكة إلى إغلاق 130 مؤسسة تعليمية معطيات كشفت عنها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياض التي أعلنت أمس عن تسجيل 4870 حالة إصابة بفيروس كوفيد-19 بالمؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية خلال الفترة من العاشر إلى الخامس عشر يناير الجاري هذا الإجراء يندرجو ضمن ما ألنت عنه الوزارة سابقا من اعتمادها مقاربة استباقية لاستمرار الدراسة ترتكز على الرفع من مستوى اليقظة إزاء تطور الحالة الوبائية بالبلاد متابعة لهذا الموضوع يحضر معنا في الاستوديو الأستاذ خالد دازروال المدير الإقليم الوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالخمسات أستاذ الكريم مرحبا بك شكرا بداية كيف تصف لنا الوضع الوبائي بالوسط التعليمي هل هناك ما يقلق شكرا للأستاذة في ذبعات الحال كما تعلمون فإنه الوضع الوبائي في بلادنا منذ تقريبا بداية شهرية عرف تطورا مهما مع ظهور أول حالة في أوميكرون الوضع الوبائي في الوسط التعليم الحمد لله متحكم فيه لماذا؟ لأن الوزارة اعتمدت مقاربة السباقية كما قلت منذ استنادا إلى معطيات اللجنة العلمية وتوصيتها بأن الوضع الوبائية عرفت تحول في بداية شهر يناير وستعرف ذروتها يوم 27 يناير كذلك وبالتالي فالوزارة كانت واعية بهذا التحول الوبائي وقامت بخطوة السباقية مهمة ترتبط بإصدار المذكرة الوزارة 21-22 التي صدرت بالضبط يوم 3 يناير 2022 من أجل استماق الخطوات الضرورية لمواكبة التحول الوبائي التي عرفته بلادنا والله الحمد هذا ممكننا الوزارة ومكننا من أن نتحكم فضع الوبائية داخل الوسط التعليمي بحيث أنه كما قلت منذ مؤسسة التعليمية إذا قررناها بألاف مؤسسات التي تجعل السعيد الوطني فهي نسبة ضائلة جدا كذلك أربع ألاف وتميميات حالة في وسط التعليمي هي نسبة كذلك ضائلة مقارنة مع مليون التلاميذ الذين يتمدرسون بالوسط العمومي وسط الخصوصي إذن الوضع الوبائي متحكم فيه بالوسط التعليمي حسب ما ذكرتم الوزارة ضمن ما اعتمدته من إجراءات استباقية هناك بروتوكول صحي واعتمد منذ بداية الوضع الوبائي بالبلاد ما هو مستجدات هذا البرتوكول الصحي في ظل هذا الارتفاع المتنامي والسريع لحالة الإصابة بالوسط التعليمي نعم قلت دائما سيدنا المذكري وزارة 21 فالمستجدات هي دائما مرتبطة بسابقتها بحيث أنه الجديد صارم للبرتوكول الصحي سواء على مستوى تدار الكمامات أو التقييم أو التباعد إلى ذلك ثم كذلك اعتماد الكشف المبكر العشوائي في عدد من المؤسسات للتحكم في عدد الحالات التي قد تظهر هنا وهناك وبالتالي في حالة ما ظهرت ثلاث حالات في فصل دراسي واحد يغلق مباشرة هذا القسم وكذلك إذا ما تجاوزت الحالات عشر حالات في مؤسسة واحدة تغلق المؤسسة بكاملها بثبات الحال عن طريقة نسيق التام بين اللجنة الإقليمية الصحية على مستوى المدير الإقليمي وبين السلطات المحلية وسلطات الصحية بالإقليم طيب أمام تنامي حالات الإصابة بكوفيد 19 وإغلاق العديد من المؤسسات التعليمية التي ربما هذا الرقم لن يكون الأخير في ظل يعني التوقعات بأن تبلغ المملكة دروتها في الإصابات في الأيام القليلة المقبلة هنا يطرح سؤال ما مصير الامتحانات الموحدة المقرر إجراؤها في فاتح فبراير المقبل الامتحانات الموحدة إن شاء الله الامتحانات المحلية الموحدة والفروض مراقبة مستمرية في وقتها المعتاد وفقا للمذكرات المعظمية لا جديد في العمل إن شاء الله ولكن في حال تم اللجوء إلى تنويع الخيارات عن بعد وبالتناوب وما إلى ذلك هل ستمر في ظروف عادية؟ خبيعة الحال نحن عشنا تجربة كذلك في الموسم السابقة وعشنا تجربة التناوب وتجربة تعليم عن بعد وليم يؤثر ذلك باتاة على المعطيات المراقبة وتقييم السابقة عامة طيب هناك نقاش وسط اللجنة العلمية المكلفة باللقاح في المملكة بتوقعاتها لأن تبلغ المملكة دروتها في الإصابات في الأيام القليلة المقبلة هل تمتلك وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة تصوراً لمواجهة الوضع في حال بلغت المملكة دروتها في هذه الإصابات؟ قلت في بداية بأن التصور واضح عند الوزارة والسباقي يستند إلى معطيات اللجنة العلمية الذي كان معروفاً بأن دروة هذه التحول الوبائي يقول إن شاء الله يوم يوم 27ين وبالتالي سوف توقع أن الملحانة سيأخذ في التنازل يعني هذه الدروة لن ترتفع معها عدد المؤسسات التعليمية التي سيتم اللجوء إلى غلاقة أكيد حتى وإن قد يكون بعض الارتفاع فإن سيكون متحكم فيه لماذا؟ لأن قلت كان متوقعاً وكان معدل وسلفاً عن طريق مذكرة وزارية بروتوكول صحي إجراءة صالمة تخيير أنماط أو تنوي الأنماط التربوية من تعليم حضوري وتدريس بالتعنوب ثم تدريس عن البعد بمعنى أن الوزارة أعدت بروتوكول صحي وفي نفس الوقت أعدت أنماط التربوية ووضعت خيارات متعددة أمام مؤسسة ويبقى اختيار هذه الخيارات حسب الوضع الوبائي محلياً وإقليمياً وجهوياً يعني تم تجريب الأنماط التربوية منها التعليم عن البعد والعديد من التقارير المؤسسات الوطنية المختصة يعني كشفت محدودية هذا الخيار يعني التعليم عن البعد هل عملت الوزارة على تجويد هذا النمط استناداً إلى تجربة الحجر الصحي؟ أكيد كما قلتم فعلاً بأنه تقيم الجربة يعني يبين بأن التعليم حضوري طبعاً الحال هو ربما يعني أكثر فعالياً من التعليم عن البعد وهذا أمر عالي جيداً لأن التعليم الحضوري يعني فيه والتفاعل بداغوجي مباشر بين التلميذ وبين المتعلم وبين الأستاذ إلى غير ذلك التعليم عن بودة طبعاً الحال كما قلت بمسبب الجربة هذه السنة هذه كما جاء مذكرة 21 التي أطلقت الوزارة 30 يناير اشتغلت على هذه المثالات واشتغلت كذلك على تجويلها خاصة الجانب متعلقة بالتدريس بالتنوب وبالتدريس عن البعد واخذتنا بين الاعتبار أن هناك علام قاروي يعني ربما أنه يعني الولوج إلى الانترنت هو محدود نسبياً في بعض المناطق لهذا في المذكرة تقول بالحرف أنه ينبغي اعتماد خيارات إلكترونية مناسبة لهذا الوزارة القاروي بمعنى أننا تنص المذكرة على اعتماد وسائل التواصل الاجتماعي الأكثر تداولاً في العالم القاروي وأقصد بذلك الفيسبوك والواتساب يعني مثلاً في بعض المناطق التي يصعب فيها الحديث عن أقسام افتراضية التي تتطلب ربما صبيباً عالياً من الانترنت يعني الوزارة وعية بهذا الاشتغلت يعني نصت على اعتماد هذا الوصائل الاجتماعي الأكثر تداول كذلك في نفس الوقت المذكرة دائماً تنص بأنه ينبغي أن نجد بذائلاً بيداغوجيا في العالم القاروي الذي يتعذر فيه كذلك الربط بالانترنت ثم نصت المذكرة كذلك على تعبئة كل فاعلين المجتمع المدني وكذلك الجماعات المحلية في العالم القاروي من أجل مساهمة في اقتناء الأدوات والحوامي البيداغوجية يعني مثل الطابلات من أجل تيسير عملية الوروج إلى هذا التعليم عن البعض دائماً في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى استوير ما يعرف بالتعليم الرقمي لأن التعليم الرقمي أثبت بأنه أصبح ضروري وأصبح جزءاً لا يتجزأ من إذا أريد أن نقوله واحد للباراديغم المتكامل فيه ديالتعليم اللي ضروري خصوة نأخذ بالاعتبار التعليم أو التعليم الرقمي السفعة عامة كخيار استراتيجي سنحتاجه أكيد في مستقبل سواء عن المدى المتوسط أو المدى البعيد أستاذ كريم كيف تصف لنا الوضع الوبائي محلياً وهذه المرة على مستوى الخميسات التي تشرفون على إدارتها شكراً خميسات الحمد لله لأحد الآن تم إغلاق مؤسستين واحدة عمومية والثانية خصوصية منذ يوم الجمعة الماضي الإغلاق سيستمر لمدة سبعة أيام يعني إن شاء الله يوم الخميس المقبل سيعود هؤلاء التلاميذ إلى التعليم الحضوري بعد أن تحولوا إلى التعليم عن بعد الحمد لله الوضعية غير مقلقة لا نتجاوز في اليوم الواحد على أبعد تقدير ثلاثة إلى أربعة حالات بين الأساسدة وبين التلاميذ والحمد لله هذا بفضل تضافر لمجهودة الجميع يعني السلطة التربوية بالإقليم والسلطة الصحية والسلطة المحلية فيما يتعلق بالبروتوكول الصحي المعتمد محلياً بالخميسات وعندما نتحدث عن خميسات نتحدث عن نسبة مهمة من العالم القرى وربما ينطبق على العديد من جهات المملكة كيف يتم تطبيق البروتوكول الصحي لسيما فيما يتعلق بالداخليات التي تأوي العديد من التلاميذ والتلميذات نعم كذلك السؤال يعني في محله في ثالث الإقليم والحميسات يضم أكبر عدد من التلاميذ الداخليين في المستوى الجهة باعتباراً الإقليم وإقليم قاروي وفئة كبيرة من أبناء هذا العالم القاروي وفي حاجة إلى ذنب الشمائي لهذا منذ ظهور الوباء بطبعات الحال يعتمد أن المقاربة تحترم البروتوكول الصحي الخاص بالداخليات بحيث أننا اعتمدنا ما أمكن تنويع الفضاءات لاستقبال التلاميذ يعني تقليص عدد التلاميذ إلى 50% ربما قد يكون فيه ضرر كبير على التنميلات والتلاميذ وعلى تحصيل من الدراس وربما قد يؤذي إلى هذا الدراس لهذا نحن لجأنا إلى خيار تاني وهو تنويع الفضاءات لاستقبال حتى يكون هناك تباعد على مستوى الإيواء أما على مستوى المطعنة فبطبعات الحال الأمور على كل مائدة لا يتجاوز عدد التلاميذ أربع تلاميذ كما كذلك نجأنا إلى خيار الوجبات الفرضية عوض الحكل الجماعي لدائما الاحترام البروتوكول الصحي وعلى مستوى كذلك المؤسسة التعليمية كذلك نفس الشيء نعتمد التباعد ونعتمد الكمات والتعقيم إلى غير ذلك من الإجراءات الصحية المواكبة الأستاذ خالد زروال المدير الإقليمي الوزارة التربية الوطنية بالخميسات كنت ضيفا نشكرك على حضورك معنا شكرا لكم أما أنتم مشاهدين الكرام فلكم معهد مع مواعيدنا الإخبارية اللاحقة شكرا على طيب المتابعة سلام عليكم